المساء الخير وإلى حلقة جديدة من منشاة المساء ضيف هذه الحلقة العميد الركن خالد حميده التفاوض المطلوب أن يجري بين الولايات المتحدة وإيران لم يحصل بعد وإن كان مرغوبا بدليل نشاط الوسطات من فرنسية وغيرها الخرق حتى الآن لم يتحقق العقوبات الأمريكية تتوالى ولا تراجع فيها وإيران اتخذت خطوة استثنائية معلنة عن خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب هذا المنح السلبي يقلق الأسرة الدولية كما هو الحال أيضا للتوتر الجنوبي الأخير بين حزب الله وإسرائيل الذي رفع من منسوب المخاوس أي مسار للمواجهة الأمريكية الإيرانية؟ أي مسار لهاجس الصواريخ الدقيقة الذي يقلق إسرائيل؟ وهل الضغط على الجبهتين سيفتح باب التفاوض وعلى أي أسس؟ مع العميد الركن خالد إحميدي سنجوله في تعقيدات المشهد الإقليمي والداخلي في حلقة ماشاة المساء هذه الليلة وهي منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 مساء الخير عميد أهلا وسهلا فيك مساء النور والمستمعين وتحديد الصوت لبنان يا أهلا سؤالنا اليوم يعني بالأحداث يلي عم بتصير التوتر خف شوي من الخليج انتقل إلى منطقة إذا بدك تقول سوريا ومنطقة اليوم الجنوبية حزب الله اليوم رد على العملية الإسرائيلية يلي إجت على الضحي الجنوبية من خلال طائرتين مسيرتين وأسقط طائرة مسيرة قرب بلدة رامية الجنوبية بدي هون أي رسالة سياسية أصد حزب الله في هذا التوقيت بالذات من إسقاط هذه الطائرة يلي كانت بعد ما قطعت 100 متر بالأجواء اللبنانية يعني الطائرة يلي أسقطت ليست أول طائرة دخلت إلى الأجواء اللبنانية منذ تصريح الأمين العام لحزب الله بأنه سيسقط أي مسيرة إسرائيلية تدخل إلى الأجواء اللبنانية بالحقيقة كنا يمكن لدينا نظرة مختلفة لتهديدات السيد نصر الله قبل أن يتم الرد الأخير على المسيرتين الإسرائيليتين عندما يعني بعد ساعات من العملية التي يعني ابتدأت ببيان لحزب الله وانتهت بمؤتمر صحفي لبنامين نتنياهو وكأنه يأخذ على عاتقه إنهاء العمليات العسكرية في ذلك اليوم ثم بدأنا نستمع إلى التقارير الدولية والمحلية التي تكلمت عن وسطات فرنسية وروسية ومصرية للتهديئة وكأن يعني ما جرى لم يكن يعني لم يعد بإمكاننا أخذه في مجال الرد على عملية إسرائيلية في الداخل اللبناني أو اعتداء إسرائيلي على الداخل اللبناني بل أصبح هذا من ضمن يعني التولفات الدولية التي يظهر أنها مازالت مستمرة والتي أضافت عليها حادثة اليوم يعني إسقاط المسيرة فصلا جديدا يعني ربما اكتشفنا ربما بإمكاننا أن نضيف على قواعد الاشتباك هذه الحميمية المستجدة بين العدو الإسرائيلي وحزب الله يعني في مجال الرد عم بتقول هون نوع من المسرحية الجارية تنفيذها يعني الإسرائيلي تسقط الطائرة فيقول أنها طائرة صغيرة ولا تملك يعني ولاس لديها معلومات هل طوية الرد والرد يعني نخلصنا مع هذا اليوم خلينا نقول يعني أنه ندرك أن إسرائيل هي ربما بين الخمس دول الأولى التي تبيع الطائرات المسيرة والمتمتعة بتقنيات عالية جدا طيب لماذا يعني أنه لماذا يريد الإسرائيلي أن يدخل هذا النوع البخص من الطائرات إلى الفضاء اللبناني يعني وأي هدف يعني بهذا الثمن البخص أنه ماذا يعني على صعيد التوازن توازن الرعب أو توازن الردع يعني أعتقد أعتقد يعني أنه أصبح من الصعب إقناع اللبنانيين أن هناك يعني فوق الـ 1701 وعبر حدود الحدود اللبنانية الإسرائيلية أن هناك صراعا حقيقيا موضوعه سيادة لبنان هناك صراع يترجم أحيانا بفصول بخصة السمن في بين لبنان والعدو الإسرائيلي تحديدا بين حزب الله والعدو الإسرائيلي ولكن لب الموضوع ولب الإشكال هو في مكان آخر والساحة اللبنانية مقبوض عليها ليس فقط من قبل حزب الله بل مقبوض عليها بالفعل ورد الفعل فوق كل ما يجري في الخليج وفوق كل هذا الصراع الإقليمي والدولي لبنان أسير هذه المعادلة التي أعتقد أنها أضحط يعني تترجم بفصول يعني غير جديرة فعلا بالذكر وغير جديرة بالاهتمام أنت اليوم عم بتقول كأنك عم بتقول بيه طريقة تانية يلي عم نشوفه محدد مرسوم هلقات سقفه هلقات دحدوده توقف عند هون الخبرية يعني اليوم خلص الرد ولا بعد في عنا رد تاني حزب الله بيقول يمكن يضل يحتفظ بيه إذا بدأت تقول عامل المفاجأة يعني أول شيء أول شيء أنا يعني يعني عامل المفاجأة أو عامل الرد أو الدخول يعني نحن أضحينا مثل ما عم قلتك أسرة للعبة إقليمية يعني ماذا يستفيد حزب الله من كل الخطاب لا أقول من 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 إسقاط طائرة أو لا من هذا الخطاب أقل هو أنه حزب الله بهالنقطة بالزيت عطل حاله إذا بدك أنه قادر يكون من الند إلى الند مع إسرائيل يعني أول شيء الند للند الند للند يعني خلينا أول شيء نقول الندية وتوازن القوى لا يعني يمكن شرحه بهذا الموضوع وبهذه الطريقة ما يستفيد حزب الله من هذه الردود هو أنه يقدم الحجة لحلفائه السياسيين وفي مقدمهم فريق رئيس الجمهورية بأن الاستراتيجية الدفاعية الآن يعني ليس وقتا ملائما لطرحها هذا هي الخدمة السياسية البعيدة المدى وهذه عندما تذكرنا بالألفين وستة عندما التأمت طائفة الحوار للمرة الأولى في العام 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وكان هناك جملة يعني مواضيع طرحت وتم التوافق عليها وعندما وصلنا إلى سلاح حزب الله يعني فوجئنا بعملية الألفين وستة ودخول حزب الله إلى الداخل الأراضي المحتلة وخطف جندي وبالتالي يعني كان الإسرائيلي أكثر من مستعد الاستجيبة بأقل من 24 ساعة بدأ قصف الجسور ودخلنا في حرب يعني أنا الكماش بظاهره أنه إلى قديش رفع الحالي المعنوية ليس هذا الموضوع كيف انتهى الموضوع انتهى بالقرار 1701 بإدخال 15 ألف عسكري أجنبي إلى الداخل اللبناني يعني بالأخير هولي أجانب ثانيا منع طرح الاستراتيجية الدفاعية واستعاب سلاح حزب الله وأعطى لحزب الله كل المساحة للقبض على الحياة السياسية في لبنان الآن يعني عميد سؤال بهذه النقطة بالذات عم بتقول أنه الاستراتيجية الدفاعية اليوم منه بقى وقتها هاي اللي بدو يا حزب الله بس قبل ما يقول حزب الله رئيس الجمهورية كان قاله وقال أنه نحنا كمان منا قدرين لما أنت سيقابل يعني أي هجوم أي اعتداء سيقابل بهجوم بدفاع مشروع عن لبنان يعني هون كانه عم بقول استراتيجية الدفاعية ما فيه وكان قبل عم بقول لك يعني حكما أنه كل الطبقة السياسية اليوم تقر أنه ما فيه استراتيجية دفاعية يعني حزب الله منه كتير مضطر يبرهن بهذه النقطة بالذات قاله مش مطلوب من برهن أول شيء مطلوب أن نكون دولة تتمتع بمعايير الدول في العالم يعني وهون الشيء الإيجابي الوحيد في كل ما يجري أنه كل الفرقاء السياسيين في لبنان يجمعون ويذكرون دائما أن الموقف من إسرائيل ليس مطروحا للمزيدة من مع ومن ضد فإذا فلنخرج من هذه القصة ثانيا أنه الاستراتيجية الدفاعية يعني اللي هي المقصود فيها أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية هي شيء طبيعي موجود في كل الدول السيادية في العالم باستثناء الدول التي دخلتها إيران بميليشياتها المذهبية اليوم بتحس أن حزب الله خلى لبنان يكون ورقة إيرانية لا أكثر بدون شك بدون شك كل الدولة اللبنانية حتى رئيس الحكومة بالذات إذا كنت بدك تقول أنه يتميز قليلا إذا بدك بموقفه عن بقية أفراد أو أفريقاء السلطة السيسي حتى أنه قال أنه نحن ما قلنا أي كلام بموضوع ما يفعله حزب الله بقرار السلم والحرب شو بيكون هون الوضع؟ يعني خلينا نطلع بجهتين من زاويتين لهذا الموضوع رئيس الحكومة في آخر حديث له مع السي أم بي سي قال أن حزب الله هو مشكلة إقليمية هو لا يدير الحكومة ولكنه يمسك بقرار الحرب والسلم هذا أولا يعني يتكلم هو عن وضع وصلنا إليه ولكن نحن نتكلم عن مسار يعني هذه الدولة تخلت تدريجيا عن دورها كل مرة تحت يعني قبل لما كان التوازن السياسي في مكان آخر والأكثرية السياسية في مكان آخر كان يصطعت حزب الله بالضغط على الأكثريات بالسلاح وبالقمصان السور وبالنزول إلى الشارع اليوم أصبحت الأكثرية بتحالفه مع رئيس الجمهورية في يده يقول رئيس الجمهورية أن المعطيات تغيرت وبالتالي هناك مقاربة أخرى طب يعني ما هي المقاربة الأخرى يعني المقاربة الأخرى أن يكون فيه بالبلد جيشين يعني ما هو الذي يمنع الجيش اللبناني أن يكون قادرا هل يعني نوعية البشر والشباب الموجودين في الجيش اللبناني ينتمون يعني إلى سلالات أخرى غير السلالات التي ينتمي لإلها العسكر يلي موجود بميليشيات حزب الله فإذا فلنبحث ما هي المشكلة اليوم بالأداء يلي عمله حزب الله في الفترة الأخيرة بتحس وكأنه يعني نحكى عن 1701 ونحكى رجاء أكدوا كلهم أنه هذا مستمر وقائم وبعد إله صلاحيات 1701 بطريقتني حزب الله عب يعمل إذا بدك عب يرسم قواعد اشتباك جديدة اليوم يعني أي تيارة بتطلع صاروا الإسرائيلية بدون يفكروا أنه بتطلع ولا ما بتطلع أنا أولا يعني من ناحية النص ومن ناحية القرار 1701 أريد أن أقول أنه 1701 هو قرار دولي ألزم فيه مجلس الأمن الدولة اللبنانية واليونيفل باتخاذ تدابير لوقف الأعمال العدائية وبالتالي قواعد الاشتباك أو ما سمي ما اصطلع على تسميتها وقواعد اشتباك هي قواعد وضعها الجيش اللبناني للتعامل هو واليونيفل من جهتنا من هون لوضع يعني معايير وإجراءات لنجاح تطبيق القرار 1701 فحزب الله غير معني بما يسمى قواعد الاشتباك يعني خطأا أصبح المسؤولون في لبنان يتكلمون عن قواعد الاشتباك التي يريد حزب الله تغييرها يعني وكأن حزب الله هو فريق في 1701 يعني كمان ضيعنا البوصلة في علاقة الدولة اللبنانية مع المؤسسات الدولية 1701 هو خرار دولي معني في الدول وخلينا نذكر أنه من ثلاثة أيام عندما طرح الموضوع هذا في مجلس الأمن أصر مندوب الولايات المتحدة على أدم إصدار أي نص عن مجلس الأمن لأنه اعتبر أن مجلس الأمن الآن يطرح صراعا بين حزب مسلح يعني موسوم من قبل بعض الدول بالإرهاب يطرح موضوعه وكأنه يعني مع دول دول أو دولة أخرى أو دول أخرى وهذا يعني ما ما دفع بالمندوب الأمريكي للقول أنه لا يمكن إصدار أي قرار بهذا الموضوع طيب كل الدول أثناء الاحتلالات بيكون فيها مقاومات هذه المقاومات بتكون عندما تكون الدولة قد تحللت وهزمت قواها العسكرية فهل يعني يلي بريد يقول أنه هناك سلاح آخر يجب أن نعطيه شرعية فليعلن أولا أن الدولة لبنانية تحللت وأن الجيش اللبناني قد هزم وأنه هذه الميليشيا الشعبية التي يمكن أن تتكوى من عزب الله وعزب الله تمتلك مشروعية الدفاع عن لبنان لكن بهالحالة هايدي اليوم بما عم نشوفه ميدانيا اليوم حزب الله بطريقة تانية هل عب يطرح مصير 1701 اليوم جايل عنا مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد تشينكر خلفا لساترفت بملف ترسيم الحدود توقيتها العملية توقيتها أول شيء شفناها رسالة للأمريكيين ليس فقط للإسرائيلية أنا بدي أقول لك أنه أولا هناك الأمريكيون ينظرون إلى المنطقة من خلال مشهد واحد يعني لبنان وسوريا والخليج والعراق ومصير كل هذا الميليشيات المنتشرة هنا وهناك تشكل مشهدا واحد يعني اليوم الضائقة الاقتصادية يلي موجود فيها لبنان واللي كمان صارت مطروحة على الطاولة كذلك خيار النفط هو خيار وإن كان وفقا لدوكان خيار بعيد المدى في كم سنة ولكن بالأخير ترسيم الحدود هو إجراء واجب لكي تسير عملية النفط لكي تأتي الشركات وتنقب ولكي يستطيع لبنان أن يعقد أي اتفاق لتصدير الغاص بس اليوم في قوة موجودة على الأرض وحتى مع ترسيم الحدود اليوم حزب الله عم يبرن أنه هو يلي ماسك الأرض ماسك القرار ماسك كله فاليغامر من يريد هذا الكلام بأنه لن يكون هناك لن يكون هناك ترسيم للحدود ولن يكون هناك موضوع غاز استخراجا وتصديرا فلنبحث عن وسائل أخرى لإنقاذ الاقتصاد سيما سيما أنه يعني هناك مواضيع أخرى تم التطرق لألة من قبل دوكان ومن قبل مسؤولين في الحكومة ويعني وصدر عدد التصريحات من قبل وزير الدفاع ومن قبل يعني وزير الاقتصاد وإلى آخره ولكن كانت فقط أعلمية يعني اليوم عندما نتكلم عن التهريب عبر الحدود والتهرب الضريبة ليس حزب الله هو جزء من هذه المنظومة طيب فإذن لما بيقولوا بالمسؤولين الغربيين تهذيبا التهرب الضريبة هم يعنون تهريب الضرائب تهريب البضائع عبر الحدود بطريقة غير شرعية طيب حدودنا نحن مع سوريا من الشمال ومن الشرق من يمسك هذه الحدود ومن له القدرة أن يقوم بتجارات بين لبنان وسوريا وبين ياس دون أن يتعرض لأي سؤال من الأجهزة الأمنية مين أنا أنت مين عميد عميد خالد حمدي عم بدي أرجع على نقطة الملف النفطي اليوم ما بتحس من خلال القوة تبع حزب الله أنه هو يفرط حاله ليكون باب التفاوض من خلاله وليس من خلال طرف تاني يعني اليوم معروف أنه أنت اليوم رئيس مجلس النواب هو يمسك هذا الملف رئيس الحكومي يمكن أبعد شوي منه ولكن بالأخير رح ترجع نقطة إلى حزب الله هل بيكون فيه تفاوض مباشر إذا بتحسها الشيء بين الأمريكان وبين حزب الله يعني إذا كان إذا كان هذا الملف بيد الرئيس نبي بره لأن الرئيس نبي بره في عدة محطات أثبت أنه وتحديدا في الملف النفطي وكان يعني كل جعبة الاختراقات الإسرائيلية التي تتم تحت الماء وفوق الماء كانت في عهدت الرئيس نبي بره وكان هو الذي يتواصل مع السفراء الأمريكية ويقوم بتنسيق الوضع يعني المستجد معها يتمتع الرئيس بره بمصدقية أمريكية في هذا الموضوع طبعا هذا الموضوع هو موضوع بالأخير اقتصادي وأمني طبعا من الغرابة أن يبحث بالدرجة الأولى مع رئيس المجلس النبي ولكن إذا كان هذا واقع الحال طيب ما الطرف المفاوض يريد كذلك من خلال يعني تسهيل عملية الترسيم وتسهيل عملية استخراج النفط أن يضع ذلك بتصرف يعني رؤية إقليمية معينة وبالتالي هي لا يمكن أن يكون أمن الحدود وأمن النفط منسوق من قبل حزب أي أن يكون هذا الحزب وليس من قبل الدولة اللبنانية طيب رئيس الجمهورية أنا بيوم ربما لدي حساسية من أنه لماذا يمسك الرئيس بري هذا الملف طبعا إذا كان الرئيس الجمهورية يريد أن يمسك هذا الملف أو سلطة تنفيذية في البلد فلتقدم رؤيتها حاول من يمسك الأمن على الحدود ولنرى الساعة إذا كانوا الأمريكيين مصرين على طرح هذا الموضوع مع الرئيس بري أما أن نقول يعني أنه الحدود البري الشرقي والشمالي هي خاضعة للتهريب وحزب الله هو يعني الذي يتمتع بالحظوة في كل هذه الاختراقات ثم نعطي حزب الله كذلك يعني موضوع الحدود البحرية فأنا ما بعرف ساعتها أين هي الدولة اللبنانية يعني برغم الموقع المتدهور لأله فأين ستكون بعدين شو هالإصرار على أن نكون يعني دولة بعكس السائر يعني دولة لا يطبق على أي معيار من معايير الدول في العالم يعني عميد خلينا نقول بس يبلش لقاءاته ديفيد شينكا شو بدي يكون اليوم أهم شيء لدى أجندة الأمريكان التفاهمات يلي بدون يفرضوها مش يفرضوها أو يبحثوها مع اللبناني أقله بالنسبة لملصب وترسيم الحدود شو برأيك أنت اليوم من بعد معمشوف السياسة الأمريكية يلي فيها العقوبات من جهة فيها تاني إذا بدك تقول الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وما رح نقول كل المؤسسات لعدد من المؤسسات اللبنانية استنيداً لتصريحهم يعني أي تفاهمات اليوم الأمريكي يسعى إلى تطبيقها في لبنان أنا يعني ما بحب بشوفها بهذه الطريقة أنه يسعى للتفاهمات لا نحن أول شيء بلد متعثر اقتصادياً بلد يعني على من خلال التصنيفات الدولية فقط لكثير من مصدقيته ما ضل فيه ولا مسؤول بالدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان إلا ما حذر ونبه وإلى آخره فيه بالبلد هلأ منظومة فساد غير قابلة أن تستغني عن امتيازاتها تقابلها منظومة سلاح يعني عبي يعتاشوا من بعضهم هاتين المنظومة طيب اللبنانيين أمام هذا الخيار يعني لا يكلف كتير الموضوع أنه البلد يدهور اقتصادياً أكثر لأنه يعني نحن مثل مش أنا عم باختراها على شفير على شفير الانهيار الاقتصادي طيب إذا كنا نحن بالحد الأدنى فلندع يعني قصة المفاوضات على الحدود يلي أنا برأيي طبعاً لن تكون لن تكون يعني في ظل هذا الأطباق الدولي على إيران أنه نجي نقول والله في لبنان يجب أن يتفاوض يعني الأمريكي مع حزب الله لحتى نعمل صيغة للحدود يعني هذا شغلي هذي خارج خارج المنطق يعني طيب اليوم إذا كنا نحن في لبنان بعدنا عم نقول 40% من الدعين جاي من وراء مشكلة الكهرباء ولغاية الآن لم نرى أي جدية في مقاربة هذا الموضوع تاب دوكان عم يحكي صر له سنة وأكتر من أول من أول ما طلع سادر منحكي عن مجلس إدارة وهي أنظمة في الكهرباء وهذاك اليوم وزير الميليه يلي كان عم بيحذر ونبه ويحكي عن موازنة 2020 يقول بالفهم الملئان أنه لا يعقل أنه أكبر صفقة في لبنان تجريها الدولة هي صفقة الفيول مشين الكهرباء وهذه الصفقة تتم خارج أطر المراقبة وخارج دائرة المناقصة تاب هذا الكلام لم يموجه مافيا الكهرباء بالبلد ثلاث أجزاء مافيا الفيول ومافيا المولدات ومافيا البواخر وكل اللبنانيين بيعرفوا من آخر واحد لأول واحد من يستفيد من كل من هذه المافيات طيب هل نكون نحن جديين يعني يعني عملنا موازنة 2019 ولحقنا آخر موظف كيف ما ننأخذ منه ثلاثة بالمية طبابة وضريب الدخل وإلى آخره من هالمدخيل التافع بالوقت يلي الكل يدرك أنه استعمال الغاز بدل الفيول أديش بيوفر صفقات شفافة من الفيول قداش بتوفر وجود وسطاء بين الدولة اللبنانية ومصادر الطاقة يعني شركات الفيول بالعالم مش عم نعرف شو المبرر تابعه طيب خلي تكون الشركات بتربح 15-20% فإذا بنعمل نحن مليارين يعني في 300 مليون دولار عم يروحوا عمولة هذا بالحد الأدنى عميد يعني بالحالتان عندك بمنظومة الفساد فعندك خيبة بمنظومة السلاح عندك شي تاني كمان هذه المنظومة بتحمل قلق إسرائيل من الصواريخ الدقيقة لحزب الله عمليا حزب الله بيقول عنا كيف نحنا ما بدنا ما في معامل وهيك الشي بس أنه عمليا هل صواريخ الدقيقة طبع حزب الله بتشكل مبرر لإسرائيل لقيام باعتداء على لبنان برأيك يعني للأسف أنه نوصل أن نضع العدو الإسرائيلي بموقع المقارنة مع مكون محلي للأسف محلي بالعنوان وإنما إقليمي بالأهداف يعني هون غياب الدولة يعني نحنا نقفز فوق الدولة اللبنانية ككيان شو بدي قداش بتكون الدولة اللبنانية ضعيفة أو هشة لنناقش هذا الموضوع بهاي الطريقة طيب شو كان بيمنع الحكومة الكريمة وإذا اجتمعت وكان على رأسها فخامة رئيس الجمهورية ليقول نحنا أعطينا الأوامر للجيش اللبناني بفتح النار على كل هدف إسرائيلي يدخل أجواء اللبنانية وإمكانيات حزب الله في هذا الموضوع ليست أكثر من إمكانيات الجيش اللبناني طيب إذن نحنا نحنا نلعب لعبة الإقليم في لبنان يعني يعني أنت عبتفتشي عن الدولة مع ناس هم فعلا جزء منهم لا يريد أن تكون الدولة سيدي وجزء آخر يخشى هذا الفريق ويعني يمارس معه شركات في مكان آخر هذا هو الموضوع يعني أنا بدي أسأل سؤال اليوم لفت نظري تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي عندها مخاطب الرئيس الأسد وشو قال له نحمل النظام في سوريا مسؤولية الصواريخ والقذائف التي تطلق من دمشق على إسرائيل ذكرنا بكاللي كان يقوله رؤساء الحكومات المتعاقدين بإسرائيل لرئيس الجمهورية باللبنان أو للحكم أنه نحملك مسؤولية كذا وهم يعني يعلمون حق العلم أنه الدولة اللبنية لا تستطيع منعهم اليوم الرئيس بشار الأسد هو رئيس عاجز يقبع في قصره وغير قادر على إدارة شيء من سوريا المتنازع عليها روسيا وإيرانيا وتركيا وأفغانيا وعراقيا وقد ما بدك بس عميد لما بكتحج تحكي بهذا أنه تقول أنه الدولة كلها متخلية بعد المجتمع الدولي عم بحاكمك وعب يتعامل معك على أساس في دولة على أساس عندك شكل دولة بمؤسساتها برؤساء وكل شيء يعني اليوم كلامه للوزير الخارجي بومبيو بيقول له للبنان يجب على الدولة أنه تاخد القرار السيادة بإيدها شو اللي بيمنع الدولة تاخد قرار السيادة بيمنع هذه الدولة لأنه هذا القرار كان بالماضي يعني لا يتخذ بسبب التهديد بالسلاح اليوم لا يتخذ لأن هناك أكثرية في المؤسسات الدستورية تمنع اتخاذ هذا القرار السؤال بكرة رح ننتقل لمرحلة طيب هناك تبعات على هذا الموضوع من سيتحملها طيب أخذ تصريح للرئيس الحريري عندما يقول أنه حزب الله هو مشكلة أقليمية في مكان ما كأنه يقول يا خي نحن لا نتحمل مسؤولية صعود حزب الله يلي أنتو الأمريكيين كمان بتحملوا مسؤولية صعوده يعني طيب نحن غير قادرين تفضلوا وهذه دعوة مباطنة إلى المجتمع الدولي أنه إذا كان لديك سبيل لحتى نخلص من هالقصة فخي تفضل يعني ليش بنا ليش بنا ليش ما بنا نشوف الأمور مثل ما هي وكذلك يعني حتى عندما عندما قال رئيس الجمهورية أنه لا يمكن بحث استراتيجية الدفاعية لأن هناك اعتبارات منها الإرهاب ودخول دول إلى المنطقة وإلى آخرها لا تسمح بمناقشة هذه الاستراتيجية الدفاعية الآن يعني كمان بنوجهة نظر رئيس الجمهورية أن حزب الله هو شريك في قتال الإرهاب وبالتالي هو شريك المجتمع الدولي وبالتالي لا يمكن أقصائه بس أنا بنسأل بالأخير في النهية سؤال من يريد أن يهزم من يعني يعني بنسأل بالمطلق لماذا يريد رئيس الجمهورية أن يتخلى أن تتخلى المؤسسات طبعا رئيس الجمهورية هو القائد على القوات المسلحة الخاضعة الخاضعة لقرارات مجلس وزراء لسلطة الجمهورية التخلى عن هذه العامل السيادة وهو حماية البلد لحتى يحقق أي توازن وليهزم أي فريق سياسي هذا هو السؤال ثم إذا قلنا أن حزب الله يريد أن يمضي بهذا الدور الإقليمي وهو يعني يرى أن هذا البلد ينهار وهذا البلد مش ممكن يعمل استقرار سياسي ولا يمكن يكون في حياة سياسية طيب ماذا ما هو الذي يريد تحقيقه حزب الله ثم يعني خليها تقدمنا دولة إيران الجمهورية الإسلامية في إيران نموذج عن الدولة التي تريد أن تبنيها إذا كان بدأت نطلع بإيران فهي دولة متخلفة بطالة عقوبات دولية توترات مع كل العالم دولة متعصبة ليس فيها مساوات بين الناس النموذج لطبقته بالعراق يعني بتحكي عنه مجلدات بالفساد والمذهبية وكمان نفس الشي الحاج للشعب مثل حزب الله يعني رأيناها بسوريا طب يا أخي أين هو النموذج الإيراني يعني بأننا نحن نكر ونشرب ونبني مجتمع مجتمعنا بس بمنظومة يعني أمريكا الشيطان الأكبر عميد بس ما تبتنكر أنه هلأ اليوم بإقليم اليوم بوضع متوتر يعني إيران ردت على إسرائيل من بعد ضربة قلبه كمان وردت من مشارف دمشق بالوقت اللي كمان حزب الله أسقط الطائرة المسيرة يعني كأنه إيران إلى وجود وإلى كمان ما حدا بينكور ما حدا بينكور بس اليوم وين دور لده للروس شفنا هون تحركوا خاصة من بعد الغارات الإسرائيلية اللي عم تتكرر على مواقع إيرانية اثنين وما شفنا كمان أي تدخل يعني أولا يجب أن ننظر إلى المشهد ونفهم ما يجري بكل واقعية ونحط كل الافتراضات على الطاولة الطيران الإسرائيلي عندما يضرب مواقع في البوكمال في شمال شرق سوريا هذا الطيران لا يمكنه أن يمر إلا فوق إلا في الأجواء السورية وإذا أتى من فوق البحر فسيمر في منطقة عمل منطقة عمل القوات الروسية يعني على الساحل قبل أن يدخل في منطقة عمل التحالف الدولي في شمال سوريا أخذ إذن من التحالف الدولي إذن إذن لازم نفهم أنه عندما إسرائيل تسرح وتمرح وتقوم بكل هذه الأعمال أن هناك قبولا روسيا أمريكيا بهذا الموضوع طيب هل نريد نحن أن نقاتل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل في نفس الوقت يعني يعني لبنان 10452 كيلومتر مربع يريد أن يكون في هذه المنطقة سيد في محور قتال كل هذه القوى العظمة مش عم بعرف بالنهية حتى لو انتصرنا عليها لخدمة من مشروع جمهورية إسليمية أو مشروع ميليشيا تتحكم بالبلد يعني بالأخير هذا هو الموضوع اتنين خلينا خلينا نتطلع طيب يعني روسيا والولايات المتحدة ألا ترى هذه الدولة المنهارة في سوريا تاب النظام لا يرى لأنه النظام بالأخير هو يعني أخذ مسار كان بريد منه الاستثار بالسلطة وقال لا يسمع المعارضة السورية وذهب إلى الآخر بتوظيف كل الناس بقتال المعارضة السورية وباستنهاض وبدعوة كل الناس يعني السلفيين وكل الحركات الدينية ودخلت في هذا المعترك السوري طيب نحن شايفين كل هذه المنظومة طيب خلينا نقراها خلينا نقراها طيب بلشت الأزمة بالخليج حاولت إيران استدراج الولايات المتحدة ودول الخليج إلى الحرب مرارا عن طريق التعرض لنقلات النفط ولا زيرة النقلة البريطانية كمان متوقفة في الخليج ومأسورة من قبل حرس الثورة الإيرانية طيب الولايات المتحدة لم تقبل هذه الدعوة للحرب لأن الولايات المتحدة برأيي ترى أن الإجراءات الاقتصادية هي الأكثر فعالية بس لحد يتقل مع هذه الإجراءات الاقتصادية إيران لم تأتي إلى المفاوضات إيران لم تأتي إلى المفاوضات لأنه بالأخير نحن عم نتكلم عن دولة إقليمية كبرى نريد أن تأتي أو تريد الولايات المتحدة أن تأتي بها إلى المفاوضات بشروطها الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها يعني بالأمير كان مش مأزوميا إذا إيران إجيت بعد ستة شهر حتى أنه كمان حتى إيران كمان عندها صبر استراتيجي طويل وأثبتته على بكثير من الأزمات إذا أرادت الولايات المتحدة هذا النوع من المنازلة وإيران التي تحاول عبر الوسيط الأوروبي وعبر مجموعة إجراءات وكان أخيرا أنه خيعتونا 15 مليار دولار تعويضا عن النفط لحتى يمشي الحال إذن هذه الدولة التي كانت تصدر بمئات مليارات الدولارات قبل أن تدأ الأزمة كانت إيران تصدر 3900 مليون برميل نفط في اليوم اليوم تفاوض إيران على تصدير 700 ألف برميل طيب الضائقة الاقتصادية منعرفها من كل المحلات لا تخفى على أحد طيب الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تمارس الصبر استراتيجي طيب نحن ليش بنعلق نفسنا لماذا نريد دخول هذه المعمودية يعني يعني هادي التجربة يعني هوني حكما حكما أنا بدي ردك لكلام رئيس الحكومة لما بيقول أنه حزب الله بيخد زبدك مواقفه من القيادة الإيرانية هاي كلمتين وخلصت بس أنه بالمعنى اليوم لما أنت بتشوف هذا الانتداد وهذا النفوذ الإيراني وبتلاقي عملية الرد العسكري اليوم عبر الأذرع الإيراني الموجودة بالمنطقة إلى أي مدى اليوم إسرائيل ستبقى على سياسة المهيدنة إذا بدك تقول أو المعروفة فيها بعلاقتها مع إيران يعني معقول اليوم إيران بالذات لما بقدرك تستهدف له مواقعها بدتظل سكتة لأيمتها وإسرائيل أيضا قداش اليوم بدتظل كمان هي ضابطة إذا بدك تقول هذه العلاقة ما تطلع إلى اندلاع حرب كبيرة إيران تريد الذهاب إلى الحرب حكما هيك طبعا لأنه أول شيء مع كل العجز يلي فيه مع كل العجز لأنه أول شيء هذا ينقذها؟ هذا أول شيء سيخلق فوضى إقليمية فضيعة اثنين رح يأثر طبعا دوليا على الحركة بمضيق هرمز رح أكيد إيران لديها خلايا نائمة في كل مكان أنا أعتقد أنه سيكون هناك جو من الفوضى العارمي من سيتدخل لوقف إطلاق نار أو لوقف هذه الحرب يلي رح تكون أكيد حرب صاعقة ومنتشرة وما بعرف شو من أن نوصفها هن المتضررين يلي يمكن يكونوا الصين وروسية والدول الأوروبية وجزء من الدول العربية إذن من مصلحة إيران الذهاب إلى الحرب ومن مصلحة إسرائيل ومن مصلحة إسرائيل الذهاب إلى الحرب ولكن أن تكون الحرب في لبنان وسوريا لأن هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل تجعل خصومها وتحديداً المعسكرات الإيرانية المنتشرة في لبنان وسوريا تدمرهم البنية التحتية وتأخذهم سنوات إلى الوراء الولايات المتحدة لا تريد أن تجاري إسرائيل في هذا الموضوع لذلك يسمح لإسرائيل بهذه الضربات والتي أصبحت جزءاً من العقيدة العسكرية الإسرائيلية ونشروا الجماعة من شيء أسبوع شيء يسمون كامبين بيتوين وورز يعني حملات عسكرية ما بين الحروب وهي الضربات التي تقوم بها إسرائيل ضد أعدائها بهدف تقويض نقاط قوتهم بما لا يحرج روسيا ولا يحرج الولايات المتحدة ولا يذهب إلى حرب واسعة وشاملة قديش بس هاي دي إيران تتحمله الوقت أنا مش عمقلك إيران تريد الدخول في حرب ولكن إسرائيل كل رصاصة تطلق من إسرائيل تطلق بأمر من واشنطن مثل ما كل رصاصة تطلق من حزب الله بموضوع إقليمي تطلق بأمر من طهران فلنقول أنه نحن لدينا لاعبين محليين يعني غرفة الأمرى والقيادة والسيطرة تبعهم موجودة في مكان آخر فما لا نحمل لا حرط حريك ولا تل أبيب مسئولية ما هو ليس من واجباتهم المعطار من قبل الطرف الدولي أو الإقليمي المشور حضرة العميد خالد أحمد قلت اللي أنه إسرائيل بليما تعمل حرب ويكون مسرح هذه الحرب سوريا ولبنان ولكن إذا بدنا نقول مع ميزين القوى اليوم الموجود وهي بتقول أنه قلقة من الصواريخ الدقيقة يعني بكلام آخر إسرائيل لن تكون وأمن إسرائيل لن يكون بمنأة عن السلاح لن يكون بمنأة عن عمليات القصيف عن الصواريخ وما شابه كيف؟ بالأخير ما فيك تربحي كل الأشياء مع بعضها طيب إذا قارنا عما نحاول هلأ نفكر كيف العقل الإسرائيلي بدو يفكر بالعقل الإسرائيلي إذا قال الصواريخ موجودة الآن وستبقى موجودة وستزداد وستزداد دقتها لذلك أيهما أفضل أن نذهب إلى الحرب الآن ولا بعد ست شهر ولا بعد ست سنين فكمان هذه المقارنة طيب من وجهة نظر إيران أولا بعدين الكلام عن هذه المنظومات الصاروخية نحن كمان لن نمتلك إلا المعلومات التي توضع في الأعلام ما كمان الإسرائيلة يعتبر أنه لديك قدرة كبيرة إيران كمان وحزب الله يعبر أنه لديك قدرة بالأخير هذه هذه القدرات العسكرية التي إذا كانت تعني لإيران مشروعا ما وتعني لإسرائيل قلق ما طيب هذه بالأخير رح توصل لانفجار ما طيب هذا الانفجار يعني المؤسف بالنسبة لطهران وتل أبيب أنه الساعة صفر ليست ملك أيديهما وبالتالي هل ستكون ساعة الصفر يوم ملك اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني بآخر الشهر على هي مش اجتماعات نيويورك؟ أنا أعتقد أنه بتحس أنه سيصير هيك اجتماع؟ أنا أعتقد أنه لن يكون هناك فيه اجتماع ما فيه اجتماع؟ أنا هيك باته لأنه أول شي حتى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يقول طبعا بالخبث الأمريكي وبغطرصة الدولة الكبرى أنه نحن ما عنا مانع من الاجتماع بالرئيس الإيراني ولكن نريد من إيران أول شي مجموعة مطالب لائحة مطالب 12 التي سابق ونشرت صواريخ الباليستية لا الاتفاق النووي يجب أن نذهب إلى اتفاق آخر والنفوذ الإيراني نفوذ الميليشيات الإيرانية في المنطقة الكلام الأمريكي هيك كان شوي كان في مرونة كان في هدوء أكتر من السابق يمكن هذا كمان أقلقه الرئيس الوزراء الإسرائيلي طبعا أقلقه لأنه اليوم نحن أمام رئيس أمريكي هذه هي طريقته بالتصرف طيب الرئيس الأمريكي ارتد بخمس دقائق يعني كان أعلن خلال حاملته الانتخابية أنه الاتفاق النووي يجب أن يلغى وألغي طيب واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي حاكت مع حلفاء إقليميين وصاغة كل هذه الميليشيات المذهبية من طالبان لا محل موصلنا هلا هناك توجه آخر لأن تكون التحالفات مع أنظمة الحكم مع الدول وأن يكون لهذه الدول واجبات ولن يكون هناك يعني أعتقد أنه المتاجرة الأمنية والسياسية بما سمي الميليشيات الطائفية أعتقد أنها أدت غربها والآن نذهب إلى عصر انهاء الميليشيات الإسلامية في كل المنطقة بشقائها السنة والشيعي يعني إيران عندما تطورت خلال كل هذه الفترة وتحديدا من بعد 2003 في المنطقة ألم يكن ذلك برغبة أمريكية كان يعين رئيس الحكومة في العراق هي اللي بتسميه إيران هذا ألم يكن برغبة أمريكية يجب أن يقبل الإيرانيون الآن أنه مثل ما رحتوا مع الأمريكين على تدمير المنطقة وتجزئتها وإسقاط أنظمتها وإفلاسها اليوم الأمريكي لا زال مصمم على حكم المنطقة وإنما بأساليب أخرى فهذا الشريك الإيراني للأمريكي عليه أن يقبل بحدود هذه الشراكة ضمن الإمكانات لذلك الأمريكي لم يقول أنه نحن نريد إسقاط النظام في إيران لأنه يريد أن يكون في إيران نظام قابل لأن يطلق ساعة يشاء الأمريكي من قفصه للانقضاب على المنطقة بس اليوم النظام بإيران بعده ما زال عنده كلمة وحدة أول شيء رفض للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنه كان لو أراد حسن روحاني ذلك اثنين فيه أرار أخدوا بالنسبة للاتفاق النووي وعام نشوف خفض الالتزامات تابعون لوين بيوصلوا فيه خفض الالتزامات رح يسبب لإيران مشكلة مع أوروبا وعام نشوفها لأنه دول غير أساسية في أوروبا يعني استسنى الدول التي وقعت على الاتفاق يلي جزء منها عم نحكي ألمانيا عم نحكي بريطانيا أصبحت في الملعب الأمريكي فرنسا لا يزال الرئيس ماكرون يريد لأهداف اقتصادية أن يتميز عن الأمريكية ويلعب دور الوسيط أكتر من مرة الإدارة الأمريكية قالت له أنه نحن مش رفضين دور الوسيط ولكن هذا الدور يعني لن يثني إيران عما تقوم به وأعتقد اليوم إذا ذهب الإيراني أكثر فأكثر واليوم كان ملفت يعني تقرير مدير عام الوكالي الدولي للطاقة النووية أنه قال أنه إيران ركبت أجهزة طرد مركزية وسيرتفع مستوى التخصيب هذا شو يعني؟ هذا يعني أنه كل هذه العناصر رح تسيهم بتجميع رأي عام دولي بحيث يتحول الصراع الأمريكي الإيراني إلى صراع دولي إيراني لا تستطيع إيران أن تفلت من تعقيداته ويعني ولا تستطيع أن تواجهه يعني اليوم ساعتب بيكون عند الهروب إلى عملية عسكرية؟ إذا بقي مجال لأنه اليوم شو تحول خليه مضيق هرمز إلا ماذا تحول؟ مضيق هرمز بالقانون الدولي هو جزء مما يسمى بالبحار العالي طيب هذا ممر دولي ممنوع خفاله كين التهران تهدي دائما فيه؟ طيب عندما يتحول هذا إلى بحيرة للنفوذ الدولي يعني كل الدول عندها فيها قطع موجودة فيه طيب ماذا يبقى للنفوذ الإيراني على هذا المضيق؟ هنا السؤال بس أقل وهي اليوم إذا بدك تقول تؤكد إيران أن هي تمسك بأمن المضيق فلتحول تبغان خليها تمنع تفضل كيف تم تمسك بأمن المضيق؟ بكف أنه عندما تحتاجز السفن طيب أوكي تحتاجز السفن على بس إيران من هذا الخليج تستطيع تصدير النفط مثلا يعني بالأخير أنه إذا كان الفرنسي موجود والبريطاني موجود والأمريكي موجود يعني في بحر عمان طيب أين السيادة الإيرانية على مضيق خرمز؟ بعدين يعني مضيق خرمز ليس مضيقا إيرانيا هو بجهة منه إيراني وبالجهة الأخرى هو عماني وإماراتي فلماذا يعني فهو ممر دولي أولا مثل ما قالت بالقانون البحار بالقانون الدولي هو يعني ممر بس اليوم في عندك الولايات المتحدة وأوروبا عم يبحثوا بأمن الملاحة الدولي وعم نشوف أن أوروبا يمكن حريصة أكتر تكون منفردة بهالتأمين أمن الملاحة بقى شو بيكون عندك أمن هذه أمن مضيق خرمز اليوم بين إيران من جهة بين الولايات المتحدة من جهة تانية وبين أوروبا من جهة تانية؟ أنا أعتقد استنتاج شخصي أنه أنه أوروبا تدرك أنه إذا سارت باللعبة الأمريكية حتى النهاية بس ما في تجاذبات أوروبية بتحس الموقف متكامل أوروبيا؟ لأنه مثلا خلينا نقول يعني الألماني لا يستفيد من مضيق خرمز للتزود بالطاقة وبالتالي يعتبر أنه أنا أوكي مع حرية الملاحة في الخليج ولكن هذه القضية ليست قضية أساسية بالنسبة لأيلي عم ياخد غاز من روسيا عن طريق النورث ستريم وبالتالي ما أروا عليها بالموضوع طيب الدول الأخرى يلي عم تحاول تحفز إيران للمساومة والرضوخ للشروط الأمريكية لأنها تدرك أنه إذا أملأ الأمريكي شروطه على المضيق ستصبح سوق النفط والغاز تحت السيطرة الأمريكية وربما هذا سيضع قيود أكثر على الاقتصاد في أوروبا ويساهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية لأنه ساعة الأمريكي سيتحكم بالأسعار حتى ولو أقفل هذا الممر بالولايات المتحدة اليوم أصبحت تنتلك من الغاز والنفط ما يمكنها من تصدير كميات كبيرة إلى الأسواق الدولية وبالتالي ربما هذا بيكون لمصلحة وساعتها تتحكم بالأسعار أكثر فمن شنهاك الأوروبيين قلقين يعني إيران لا تتجاوب تحاول ابتزازهم والأمريكي يقول أوكي خيه مش مستعجل بالأخير سترضخ هذه الدول لأنه بالأخير قدرة إيران على تحمل الضائقة الاقتصادية كذلك محدودة هل يكون اليوم مثلا الرئيس حسن روحاني يكون عنده طرح محدود إذا بدنا نقول لفتح نافذة خلال لقاءه مع ترامب إذا صار يعني شو جيزيني أدو رفعوا العقوبات ليش أتت العقوبات لأنه إيران بالرؤية الأمريكية الجديدة إيران لازم تعود إلى داخل إيران مش بالسياسة بالميليشيات وهل من السهولة هيك الواحد يقول ستعود إلى داخل إيران يعني أنا بدي أقول أنه من غير الطبيعي أن يكون ثلاث أربع دول بالمنطقة خاضعة لما تريده إيران ويتم تجنيد المذهب هون وهون وإدخال السلاح ومسلحين من كل حد بنوصب فبالتالي أنه هذه المنظومة من الميليشيات التي نشأت الأمريكي أرادها يعني الأمريكي أراد في أفغانستان لقتل الاتحاد السوفيتي وأرادها في إيران لتخويف الدول العربية وأرادها داخل الدول العربية لتقويض كل هذه الدول التي ربما كانت تشكل خطر على إسرائيل قضي على قدرة العراق العلمي والعسكرية وقضي على سوريا وقضي على لبنان وقضي على تم ابتزاز اقتصاد الخليج كل هذا بقرار أمريكي وبمساهمة إيرانية اليوم يريد اللاعب الأكبر أن يغير قواعد اللعبة نحن اليوم بهذه المرة